موسيقى ويرجلنا لكم مرة تانية عزيزينا المشاهدين في حوار هادف حوار يحاكي الواقع وينظروا إلى المستقبل ومستمرين معكم في حادثنا عن مبادرات الرئيس السيسي طوق رجال المصريين لكن احنا في حوار هادف بنوح كل مرة برعاية شركة A2M Egypt للأدوية البطارية وإضافات الأعلاف والبرمكسات والإنزيمات والبروب بيوتك بنشكر الدكتور بهاء الغرباوي وبنقول كل مرة سؤال كان سؤال حلقة المرة اللي فاتت أذكر ثلاثة توكيلات تجارية تستوردها شركة A2M Egypt وكانت الإجابات كثيرة جتنا وتم السحب والإجابات الصحيحة شركة ماجروفاك الأمريكية تشارينج الصينية وشركة الجوفيت الألمانية وكثير من الشركات احنا قلنا ثلاثة بس صراحة جتنا إجابات أنا مش عارف نصف الهبط بتقولك أعلاف وإضافات أعلاف ودواب بطارية ما روش اسم التوجيلات كانت إجابات كثيرة المرة دي كانت خاطئة كن معاني السؤال أنا شافه سهل وموجود في الآلات الفائز معانا هو الإسم اللي هو الفيسبوك M. معتز ماهر أصر معتز ماهر عصر مبروك للفائز معتز ماهر عصر يتوصل معك فريق البرنامج وفريق E2M Egypt اللي حصول على الجائزة ألف مبروك ألف مبروك لمعتز ماهر عصر واسمه الآن على الشاشة سؤاله حلقة اليوم سؤاله حلقة اليوم ويتجاوبوه لحد يوم الخميس المقبل الساعة الخميسة مساءً برنامج حوار هادف مع لكتور محمد الغزالي اذكر ثلاثة مبادرات للرئيس السيسي في مصر للتنمية المستدامة اذكر ثلاث مبادرات للرئيس السيسي في مصر للتنمية المستدامة هل إجابة على صفحة حوار هادف بالإنجليزي أو بالعربي على الفيسبوك أو على الفيديو اللي بيكون موجود اللي هو المسجل لنا ده على الصحة والجمال أو على صفحة A2M Egypt زي ما تحبوه يعني الموضوع متاح لإجابات أي إجابة صحيحة بناخدها وبندخلها في السحب باسم الفيسبوك أو بالاسم بتاعك اللي هو اللي على الصفحة نتمنى كل التوفيق لمشاهدين الكرام ونتمنى أيضا مشاركتكم وتفعلكم معنا في حوار هادف هذا البرنامج برعاية A2M Egypt فيسبوك صفحتهم الموجودة نبدأ الكلام عن حياة كريمة لما نكلم عن حياة كريمة اللي انطلقت من المؤتمر أو المؤتمر أيها الشباب السابع لما رئيس السيسي تكلم وقال حنبدأ مع مية حاجة واربعين قرية وبدأ فعليا مع بقرة والناس قالت إيه الخيال وإيه الوهم ده وإيه المستحيل ده وإيه 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 لكن سرعان مجائع 2021 وقرر الرئيس السيسي أن يقوم بتطوير الريف المصري وأن يقوم بتطوير الريف المصري يعني البسطاء يعني الفقراء يعني بقى معدود الدخل يعني البنية التحتية اللي كان الناس بتشكي فيها مع الحاجة اللي حصلة في العقارات والقارات الجليدة بتاعت الإسكان وكده أظن حنشهد تنمية ونهضة مصرية حقيقية لفترة القادمة أنا مع ضيفي العزيزية من المجلس الوطني الشباب بكرر ترحيب بيهم الأستاذ عبد الحي مشرف والدكتورة سوسن العواضي أستاذ بحيء يعني كلمنا عن حياة كريمة أنت شايف مبادرة هنجملها وإدارة الشرع المصري وأنتم تدعمون يعني برضو الريف يعني وأنتم في القرى النائية كلمني عنها وكلمني عن الصعوبات اللي بتواجهكم يعني الصعوبات اللي بتواجهكم أنت قرى مفيش نت وقرى وشباب يعني صح لسه برضو خلينا صرحة لسه يعني ما وصلش لسه التكنولوجيا العالية كلمنا عن الكلام زي الصعوبات أولا مبادرة حياة كريمة طبعا ده مبادرة رئاسية بتطوير قرى الريف المصري وفعلا عايز أقول حضرتك المرضود إيجابي جدا عند الناس وخصوصا أن كان فيه ناس بعدها مشكلات كثيرة تتعلق بالطرق بالصرف الصحي بالمياه في بنية تحتية يعني كان هي تمس حاجات كتير حتمس المواطن البسيط وهي طبعا يعني فكر حاجة هيلة جدا بطلقة ترحيب واسع جدا من كل فئة المجتمع والتنفيذ على مستوى قيادات التنفيذية فعلا بيروحوا يريفوا في الكرة وشوفوا احتياجاتهم لا التنفيذ على قدم وصاق بالنسبة بقى لمبادرة عن جميلها ومجلس دارة الشارع هي تقريبا برضو فكرة يعني من هذا المنطلق اللي هو حياة كريمة لان هي الهدف الاساسي لها في الاخر ان المواطن يعيش في بيئة نظيفة وطبعا الاهم من تطبيق فكرة مجلس دارة الشارع او حنجملها الاستدامة ان بعد كده مش عمل بقى شوية بيات على الحيطة وشوية اشجار وبتاعه الاشجار يموتوا ويرموا تاني الناس وترجع لان ده سلوك مجتمع الاهم من ده كله الاستدامة انه هو الانسان يحافظ على البيئة دي دايما طبعا اي قرية او اي حي اي مكان حينضم المجلس دارة الشارع ده بتسلط عليه الضوء فيعني بنشوف احتياجاته ايه بالتنصيق طبعا مع القادرات التنفيذية في المجلس الكرة او المدن بنقولهم الله ما محتاجين كذا 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 واحنا بينزلوا معنا الشارع طبعا هو كده بقت القرية يعني زي حقود من كلام الاستاذ عمر نائب رئيس ناجنة هنا ما عندنا قال في قرى ما كانش ممكن رئيس اه محدش بيوصلها فعلا فعلا انا منشوف اماكن محدش بيوصلها دلوقتي حضراتكم اللي حينضم المجلس دارة الشارع واشك المجلس دارة الشارع وحيبدأ كمان في فكرة المخلفات الصلبة دي لا دي يا بقى الحتة دي دلوقتي مشاهدين الكرام الشباب الكريم في مصر في نجوع مصر في قرى مصر مش بكلام على البحيرة بس البحيرة مثال عشان معجله السرعة بحي في كل محافظات مصر المجلس الوطني للشباب بيعلن عن انضمام انت اعلن المبادرة المجلس الوطني للشباب اي زي الدكتور محمد ما قال اي مكان حابب ينضم وشكل مجلس دارة الشارع نعم بناخد احنا تشكيل مجلس دارة الشارع ده بنعمله جروب بيدخل معنا الاجتماعات مع القيادات التنفيذية جميل وبالتالي بيبقى فيه فرصة هيلة جدا انه يعرض اللي هو عنده نهيك عن ان احنا كمان صلتنا تضع عليه وكده كده القيادات التنفيذية ما شاء الله عليهم فيه تعاون وتنصيق جيد جدا ممتاز في ساعة احنا ما بنصور الصورة قبل ونعرضها بعد دي بتبقى فورا يعني الاستجابة بتكون فورية فبالتالي وبرضه هاخد من كلام الاستاذ عمر لما برضه بيقول ان احنا بننزل اماكن بنشوف ما بنخجلش لما بنرفع الصورة السيئة دي فعلا احنا بنغض صورة احنا احنا شباب تطوعي مبدئيا مفيش لا اهدف سياسية ولا ربحية ولا اي حاجة بتعلم نفسك القيادة وبتعلم نفسك العمل المجتمع حاجات معنوية نعم فبالتالي احنا ما بنخجلش ان احنا نصور الصورة دي قبل ونشوف بعد كده بعد في الفترة دي كلها طبعا الاهالي بترحب طبعا فيه اهالي بترحب وكده ويجي بعدين بقى بتلاقي صعوبات بيقابلنا واحد يقول ايه طب ده فكرة غير مجدية ايه مخلفات صلبة وهجمحها لوحدها وهحطها وهبيعها صحيح ما عرفش ان اوروبا اساسا انا بس هاخد بربا بس الحتة دي في محافظة البحيرة بس انا للأسف ما قدرش اقول الاسم عائلة بكاملها اجتمعوا واتبرعوا بمدرستين وبوحدة صحية وخمستاشر قطعة ارض للمشاركة في حياة كريمة يعملوها صرف الصحة وحاجات وحاجات يعني الحكومية عندهم يعني يبقى قدر يشارك بمال وبأرض وقدر شباب زي الورد زي سعب حي وزي الدكتورة سعب بيشاركوا بوقتهم معلش قطعتك بس انا كان لازم انوه على الاندي ايه ده في المحافظة البحيرة تنويه محترم جدا فانا بقول لحضرتك مما ما شوفوش في اوروبا مخلفة جسيمة جدا ان تحط مخلفات عضوية مع مخلفات صلبة دي لها مكان ودي لها مكان انا عايز اعمم الثقافة دي انت بدل النباش ما بييجي في الشارع وبهدل الشارع وياخد الحاجة ويمشي لا اما انت اخدها كمجلس ادارة شكلها واحنا بنقول لهم ثلاث سندوق او صندوق للصفائح او صندوق اللي هما المجلس ادارة الشارع مع بعض يجمعوه في مكان معين ويقعوه لمتاعحد الفلوس دي بقى تملك الشارع عليهم هما احنا كل اللي هنعمله هنغض التشكلات بتاعتهم دي واسماهم بنصلاة وضعو عليهم بيحضرهم معنا اجتماعات دورية عملتوا ايه علشان خاطر المتابعة الجيدة اهم حاجة علشان خاطر اللي عمل يستمر لان احنا مش هنقدر نروح نقول لهم تشكلتوا مجلس ادارة الشارع هاي الجميل جدا تعالوا بقى ندهن شوية وشوية اشجاره بتاعه ونسيبهم ان شاء الله الشجر حيموت الشارع حيرجعوا يرموا فيه تاني احنا بنعول كثير جدا على المرأة المصرية والطفل كمان الطفل الاطفال ما شاء الله عليهم يعني بيرحبوا المدارس بسبب كورونا كان بيدرسوا مدرسوا مدرس مها زراعة وبيعملوا انشطة وبيروحوا ومش عارف ايه في المدرسة دلوقتي ده تعويض استفيد منه انا في الشارع استفيد منه في عمل مشترك واعلمه العمل المشترك المجتمعي وده اللي بندعو فيه وزارة التربية والتعليم ان في المناهج تزبط الطلبة يعني مناهج السوشال ميديا ومناهج النت والتكنولوجيا ومناهج المشاركة المجتمعية والعمل التطوعي يعني ده لازم يحصل فيه تنمية فعلا للطفل وصغير انت اشدت بيها حتة جميلة جدا اروح الدكتورة سوسن وانت رئيس لجنة البيئة تطوير الريف المصري ومبادرة حياة كريمة اللي اعلنها الرئيس من فترة والان تفععل على قدم وثاق من الخارج السياسية وجميع المؤسسات الدولة كلها شغال فيها ولجنة البيئة وكده واللي انتو بتقدموه هو فصول بالموضوع جدا يعني برضو هيخد من كلام استاذ عبدالحاي فصل المخلفات المهم جدا ان احنا نعرف ليه الناس احنا بنفسر المخلفات انت لما تتيجي الاسرة بسيطة جدا وتقولهم افصلوا المخلفات او يلا نفسر المخلفات هم مش فاهمين هاي يفصلوا المخلفات ليه طب ايه العائد من ده ايه الاستفادة من ده لكن لما يبقى فيه نتيجة ونتيجة جوه المكان اللي هم فيه حياتهم نفسها هي لها تبقى احسن وتبقى افضل فده بيخليهم عايزين ده ده جنبا الى جنب مع نشر الوعي يعني احنا نقول لهم الدرر من البلاستيك ومن ان المخلفات تبقى موجودة مع بعض وزي ما حضرتك وضحت النباشين اللي بيجوا يعني بدل احنا عايزين احنا بنقولها نجملها فالمنظر بيبقى سايق جدا بعد ما ننباش بيمسك المخلفات ويبتدي يفصلها جوه الشارع وجوه الاماكن دي فليه لا احنا كمواطنين احنا من يعني الافضل ان احنا نستخدم حاجة زي دي وكنت برضو يعني قلت لحضرتك ان مبادرة اتحضر للاخدر تحت رعاية هي اتحضر الاخدر تعرض صورتها دلوقتي تعرض صور فيها كان نفسي انا بس مردتش قطعي كاني طمعين قولينا بقى عن موضوع الاخدر ده مبادرة اتحضر للاخدر زي ما قلت لحضرتك هي مبادرة رئاسية زي مبادرة حياة كريمة مبادرة بنها رئيس في 2019 هو وزارة البيئة نعم احنا كمجلس وطني للشباب ولجنة البيئة عملنا لغاية دلوقتي يعني اكتر من مبادرة معيهم اول حركة مبادرة المدارسة الخضرة تزير كانت قبل بقى جائحة كورونا وتوقف المدارس كنا بنروح المدارس وبندي فيها وراش عمل ومحاضرات توعوية جميل بنكلم الاطفال تخيل عن تغيات المناخ عن التنوع والبيرولوجي كل الحاجات وكمان بنيديهم وراش عمل عن اعادة التدوير لحاجاتهم يعني كنا بنطلع حاجات من شوناتهم هما بيخليهم يروحوا بحاجات جديدة هما اللي عملنا بقديهم يحسوا ان لا مش لازم نرمي كل حاجة وفي نفس الوقت بنيديهم مبادئ الزراعة لشان برضو فكرة الاخضر لما توقفت المدارس احنا قلنا فيش حاجة هتوقفنا ولا كورونا ولا غيرها اتجهنا للانلاين وعملنا منتدى الكتروني اسمه افهم بيئة تحت رعاية السيد الرئيس بمبادرة التحضر للأغدق وكمان وزارة البيئة وعملنا ملتقيين لغاية دلوقتي وكان آخر واحد جهو من سبت الفئت بالتوفيق يا رب دكتورة السيد الرئيس بالتوفيق والله يعني حاجة جميلة جدا لما نشوف شباب زي الورد يشاركوا في هذا العمل التطوعي في تنمية بلدهم وفي تطويرها وفي تجميلها المجلس الوطني للشباب أنا عادي للشباب حطوا لي على الشاشة المجلس الوطني الشباب صفحتهم عن فيسبوك كده بالعربي المجلس الوطني الشباب ولهم برضو رقم التليفون يعني هيمكن يظهر لكم على الشاشة والفيسبوك بتاعهم المجلس الوطني الشباب رقم التليفون وعليه العنوان وعليه كله أعزائي المشاهد في حوار هادف مبادرات الرئيس السيسي كثيرة ومتعددة وعاوز حلقات مش تنويه بحلقة صغيرة زي دي صراحة عشان ما نظلمش الموضوع لكن أنا سريعا بفاجئكم بمفاجأة كويسة جدا هتكون في حوار هادف يوم 25 فبراير انتظروا المعدة 25 فبراير يوم خميس ساعة خمسة مساء يعني الاشبوع اللي بعد الجاي الحلقة اللي بعد الجاي معانا ضيف جامد جدا وحيقول لنا على مفاجأة جبيرة جدا برضو دعم للقيادة السياسية ودعم المصر جبيرة جدا يعني أنا مش عاوز أنوه عنها قوي لكن كفاية لن أقولكم كده منساش برضو أنا رجل إذاعي في الأول أنا أولي يوم 13 فبراير يوم السبت بعد بكرة هو اليوم العالمي للإذاعة اليوم العالمي للإذاعة يوفق يوم 13 فبراير وكان أول بث إذاعي في بريطانيا عبارة عن نقل الحفلات الموسيقية بلندن ودخلت الإذاعة المصرية كانت أول محطة مصرية 31 يوليو 1934 وكانت إذاعة أهلية وأول إذاعي مصري هو أحمد سالم كل التهيني القلبية لكل إذاعات مصر الأهلية والخاصة والحكومية لكل المتعين مهدسين الصوت المراسلين المعدين كل لهم كل التهينيب اليوم العالمي للإذاعة كل التحية والتغدير لكم مشاهدين الكرام وأشكر كان معي في الستوديو اليوم بناة المستقبل ويعني الشباب اللي زي الورد دائما أنا بقول من مجلس الوطن الشباب شكرا لأستاذ يحيى لأستاذ عبحية مشرف عوض مبادرة هنجملها بحافظة البحيرة عوض مجلس الوطن الشباب شكرا بعد ذلك فندم والأستاذ المشاهدين ولذلك دكتور سوسن عواطي شكرا دكتور سوسن العوضي رئيس لجنة البيئة بمجلس الوطن الشباب كنت ضيفة عزيزة علينا أهلا وسلم شكرا لأستاذ أيضا مشاهدين الكرام أنتم لكم كل الشكر والتقدير والاحترام كل التفاعل معنا في برنامج حوار هادف لأنه حوار يحاكي الواقع وينظر إلى المستقبل الخميس الخامسة مساء موعدنا إلى الملتق موسيقى